ناقش القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الرئيس التنفيذي للبنك التسليف التعاوني الزراعي كاك بنك حاشد الهمداني في العاصمة المواقعة عدن مع السفيرة الفرنسية لدى بلادنا كاترين كامون والملحق السياسي والاقتصادي بالسفارة حسين راشد سبل تفعيل أوجه التعاون الاقتصادي المشترك بين البنك والبنوك الفرنسية أكد الهمداني أهمية تعزيز علاقات التعاون المشترك بين السفارة والبنك لدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز الدور الوطني للبنك في تقديم الخدمات المصرفية والمساهمة في استقرار أسعار الصرف للعملة الوطنية بإشراف البنك المركزي اليمني مشيرا إلى تطلع قيادة البنك للعمل مع وكالات التنمية الفرنسية وتفعيل التعاون المشترك في تنفيذ البرامج التنموية واستيعاب التمويلات المختلفة المقدمة لبلادنا من جانبها أكدت السفيرة الفرنسية الحرص على التعاون المشترك مع البنك لما من شأنه تفعيل العلاقات المباشرة بين البنك والبنوك الفرنسية ترجمة نانسي قنقر